نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية جي أم سي بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية للارتقاء بمعايير الجودة الطبية لتتماشى مع معايير الجودة العالمية في كافة التخصصات الطبية نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكلية الطب بالمملكة المتحدة بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تقديمي عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب بالقوات المسلحة وألقى اللواء طبيب خالد شوكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة للسادة الحضور مشيرا إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة العمل الطبية والتي توجد بالاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC لتعظيم وتكامل الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة في المجالات العلمية والبحثية المختلفة كما استعرض مدير التعليم الطبي بكلية الطب بالقوات المسلحة إجراءات ومراحل الاعتراف وتضمنت الاحتفالية عرض التقرير النهائي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC وتسليم شهادات الاعتراف من السيدة هيلين فيدرستون رئيس الخدمات الدولية بالمجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية حضر الاحتفالية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة ترجمة نانسي قنقر